يواصل منتخب السباح البارلنبي تدريباته في معسكرته التدريبية استعداداً لبطولة آسيا المقررة في الصين شهر تشرين الثاني المقبل وأكد رئيس الاتحاد السباح البارلنبي هاشم فارز أن المنتخب دخل ثلاثة معسكرات تدريبية في النجف وأربيل وبغداد لكن الفريق يعاني من عدم الدعم المالي الذي يسبب مشكلة كبيرة للمشاركة بالبطولة المؤهلة إلى بارلنبيات باريس حالياً داخلين معسكر في محافظة النجف مدة معسكر اليوم الأخير مدة معسكر عشرين يوم وقبلها كنا داخلين معسكر في أربيل عشرين يوم وقبلها كنا داخلين معسكر في بغداد عشرين يوم استعداداً لبطولة آسيا التي ستقيم في الصين حالياً استعداد استعداد يعني لابد من استعداد يعني نقول جيد بس لكن راح تواجهنا عقبات في اللجنة البارالنبيا وهي سببها الأموال من الدولة راح نقعد أكيد مننا راح أو نقعد أو نفكر بغير تفكير واحد مننا ثاني راح تفرع أبيع سيارتي حتى نكمل المعسكر التدريبي الباقي معسكرين تدريبية حقيقة البطولة بهذا الحجم لازم تكون لها استعدادات قوية ولكن ضعف المردود المادي للجنة البارالنبيا أثر سلبا على المعسكرات لأن حاليا نعمل بمعسكرات 25 متر قياس المسابح نحن المفروض نتدرب مسابح 50 متر ورغم ذلك المنتخب الوطني قاعد يثابر ويدربون بأحسن وجه وإن شاء الله يقدمون الأفضل كما أودوكم في بطولة أسياد آسيا في الصين في زيارتنا لهم في هذا المعسكر وجدنا هناك حاجة ضرورية من مختلف الجهات الرسمية أن تدعم مثل هذا الفريق الذي حقق إنجازات كبيرة على صعيد آسيا وعلى صعيد العالم وللأسف الشديد ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الشرائح الرياضيين وغير الرياضيين لا يوجد هناك اهتمام حقيقي لهم لرعاية مواهبهم وبالتالي قصوصا الرياضيين منهم في السباحة وغيرها يرفعون علم العراق في الساحات الدولية ولكن الدعم لا يتناسب مع تلك الإنجازات ونؤكد على أهمية رعاية مثل هذه الفرق نشاط فردي أو جماعي لأنه عظمة العراق بعظمة أبناءه ومواهبهم الحقيقية في مختلف مجالات الحياة نستعدين بطولة آسيا داخلين مع عسكر تدريبي في النجف الأشرف استعلالي بطولة أسياد آسيا إن شاء الله نحقق بيها الإنجاز أنا وزملائي بس نحن نطلب من الدولة العراقية أن نتراعي اللجنة البرلمبية وليس بس اللجنة الأولمبية العفل الأولمبية نعم فإحنا يعني كالجنة البرلمبية مظلومة مظلومة علامياً مظلومة مادية مظلومة من كل شي لا يعني دعم إلها الدعم أكثر شي صاير إلى اللجنة الأولمبية وليس البرلمبية